السلام عليكم و تابعيه لقناة خيط وميق اسمة ومناداكن نتمنى ايلقاكم فيديو اليوم فاة مسحة وعفية كما شفتوا معايا في السورة المصغرة فاليوم سنشوفوا مع بعض فصالة جلبة مخزانية بكثف طيحين و كما شفتوا فانا اخدمتها بالرندة فقد تشوفوا المرحلة للفصالة وقد تشوفوا الشكل النهائي ديها لو كيفاش خدمتها اول حاجة هنا يتنيت التوب عندي توب سخون شوية ديال البرد 2-4 جيالين فتوحة و جيالين مسدودة نبعد للجوانب ديال التوب وحد شوية إلا كان جوانب ما مقداشي فغادي نبعد شوية 1-2 سنتيم أو سنتيم ونصف للجانب وغادي نستر وحد الخط وغادي نبدأ ننزل قياسات ديالي أول حاجة غادي نحدد الطول الكامل زائد 8 سنتيم فأنتم ما غادي تعملوا الطول الكامل ديالكم وغادي تدود 8 سنتيم ديال لغلي أنا عندي 140 سنتيم بعد ما كنحدد الطول ديال جيالبان زائد 8 سنتيم كنرسم المستقيم كنحدد هديك الخط ودابا غادي ننزلوا القياسات فأنا عندي فنصف عرض الكاتيف 22 غادي نحدد 22 ثم 8 سنتيم ديال فتحة العنق غادي نزل بجوج ونصف للتقوير ديال الخلف وغادي نزل بتطيح 3 سنتيم غادي نصل هاد نقطة بهاد نقطة وغادي نطول المستقيم باش غادي ننزل نسبة ديال تطيح للكتف غادي نعمل 11 سنتيم آنا ويمكن لكم تعملوا ما بين 10 حتى 4 سنتيم وغادي نزلوا بالتركيز يعيما تخدموه من هنا أو لا تخدموه من هنا وتحسبو ديك 5 سنتيم اللي نزلتوا بها من الأعلى فانا عندي 24 وزيت 5 سنتيم هي 29 اللي نزلت بها هنحدد خط الصدر غادي نزل إليه بخط عمودي وهنايا غادي نخروج بربع دورة الصدر زائد 4 سنتيم ديال توسيع فانا عندي نعمل 20 سنتيم غادي نزل بأعلى نقطة غادي نزل بستين سنتيم باش نحدد خط ديال الهونش غادي نسطره كذلك عمودي باش نخروج بربع دورة الهونش زائد توسيع فا غادي نعمل خمسة وثلاثين سنتيم عنصيل هاد نقطة بهاد نقطة بمسترة وغادي نزل على الطول لجوانيب ديال توب لأن الجلب غادي تجي دي تقريبا دغوة ما كجيش إفازيه كجي دغوة هنها غادي نطلع من الجوانيب 1-3 سنتيم لحسب ما جيش مجنح وصفي غادي نسطره بهاد الطريق غادي نزل فتحة العنق للأمام 99 سنتيم غادي نقطع الخلف أولا ثم غادي نحيي الأمام ونقطع الدورة أو تقويرة ديال العنق ديال الأمام كنتحصلوا على الظهر والأمام جوز جهات الجهة اليمنى واليسرة بهذا الطريق غادي نتقلوا باش نفصلوا القب والأكمام عندي التوب كذلك على أربعة جهة المسدودة غادي نحدد طول ديال الكم نقص 11 سنتيم لطيحنا في الكتفين فانا اعمل 45 سنتيم فانتو مشحل ما كان عندكم فطول الكمام كتحيدوا نسبة تطيح اللي نزلتو بها هنا يكن حدو تركيز ديالنا بنفس التركيز اللي خدمنا به نسطر المستقيم ديالي وغادي ندخل من هاد النقطة وحت 3 سنتيم ونصيلوها بشكل مائل كما كتشوفو هنا نحدد فتحات لكم 16 سنتيم يمكن لكم تحدوش حما بغيتو حتى 20 سنتيم كتجيمزيونا ونصيلو هذا الخط بهذا الخط كنقطع الأكمام ديالنا ودبا غادي نتقله باش نفصلو القب عن تني التوب ديالي على اثنان هنا يجيها اللي مسدودة من الاعلى غادي نبعد للجواب نيب ديالتو باش نتقدو لانه وعندي فيه ويجاج ارسمو حد الخط فهنا يطولي القب شحد ما كان عندكم في عرض الكتيف ولي كتنزلو به في الطول اللي يلقب فأنا عندي 42 وفي العرض غادي ننزل 30 سنتيم ومن هنا كذلك غادي ننزل 30 سنتيم غادي ننزل هاد نقطة بهاد نقطة بخط هنا غادي ننزل قياس ديال 27 سنتيم نصف دورات العنق الخلف زائد نصف دورات العنق الأمام ونقسمها على اثنان بهذا الطريقة وكل نصف نقسمها على اثنان من هاد نقطة عن طلع سنتيم هاد ننزل بسنتيم وغادي ننزل بهذا الشكل وغادي نقطع القب ديالنا عادي كما كتشوفو ساهل وابسط والشكل يالو بعد ما كنقطعك يجيب هاد الطريق فهنا يا بعد ما فصلت بياسة ديالي جميع القيطة عادي نسرجيها وغادي تشوفوني بالالوان اللي غادي نخدم فيها كما كتشوفونا يا بعد ما سرجيتها فانا عندي بعض نقطة ديال الالوان أخضار وأحمر وأصفر في هاد التوب غادي نخل الحرير في نفس الالوان اللي عندها هنا هي بنسبة للشرك ديال جلعبه فكيما كتشوفو انا غادي نشركه بالرندا رندا ديال واحد وهنا هي خدمت للظهر ديال التوب فبعد ما عنقلبه غادي تجي ديك رندا مقلوبة يجي الشكل ياله مقلوب مزيون وهنا هي شركت طبعا كنشركوا الكثيف إنهم الولاو ثم غادي نشرك معهم الأكمام فانا غادي نشرك الجلعب ديالي كاملة بنفس الطريقة غادي نشركها من الجوانيب والأكمام والقب بنفس هاد الخدمة اللي كتشوفو معايا هنيا بهاد الطريقة الحرير مبروم الى 4 شعرت وهنا اتخل ثلاثة الالوان كيما قد لكم فانا كنخدم واحد المسافة بلون ونفس المسافة كنخدمه بالالوان الأخرى دخلت الأصفر والأحمر والأخضر ففيما كيتسالة اللون كندخل لون أخر عادي كندخل الخيط اللي كيبقى لي في الجوانيب ديال التوب وكننخدم بالخيط الجديد فوق منه حتى كندرب بعد الغرزات بعد الغرزات عادي كنقطع الخيط الزائد فانا كما كتشوفو انا خدمت على الطهار ديال التوب ومي كان قلبو كجي الخدمة ديالا بهاد الشكل كيجي الشكل دهاد الشرك مزيون فغا نكمل بنفس طريقة وهنا كما كتشوفو من الامان فانا عملت ثلاثة الالوان اللي سبق لي شاركت معاكم الدرس ديالا غادي نزلو لكم في صندوق الوصف في الشرح واضح دهاد الطريقة ديال التولاتيالي كتجيب هاد الشكل وبثلاثة الالوان كيما قلت لكم كيما شو كتشوفو معايا فغادي تجبرو هاد الدرس ان شاء الله في الصندوق الوصف اللي بغا يطلع لي ويستفد منو فهاد الشركة مزيون في الامان كنهود بتجلابه كاملة حتى الاسفل ليالا بهاد الطريقة وبنسبة للكميمات فاخدمت فيهم الطرز الرباطي على الشكل طرز تونسي خدمة خفيفة كيما كتشوفو هنا يا وفي الصدر كذلك فهادي ببعد ما منطيت جلابه كاملة في الاكمام خدمت للضريس ديال التلاتة ونفس الالوان اللي خدمت بيهم في التولاتية هما اللي خدمت فيهم في الضريس خدمت فيهم في الطرز فكان هذا هو درس اليوم كانت منا يكون للايجابكم ما تنسوناش مصالح الدعاء واذا عجبكم الفيديو عملوا لايك وشاركوه مع الاصديقاء واذا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة فاهلا وسهلا بكم نلتقي في الفيديو الجديد ان شاء الله والسلام عليكم